حدوث العالم أصبح معلومة يقينية أثبتها العلم الحديث وكذلك فناء العالم حتم لا ريب فيه لكن الله تعالى وحده هو الأول والآخر فالأول هو الذي لابتداء لوجوده فهو السابق للأشياء كلها الذي لم يزل قبل وجود الخلق فاستحق الأولية ولا شيء قبله ولا معه قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض والآخر هو الباقي بعد فناء الخلق فهو الباقي بعد كل شيء بغير نهاية فهو سبحانه سبق كل شيء بأوليته وبقي بعد كل شيء بآخريته وليس معنى الآخر ما له انتهاء كما ليس معنى الأول ما له ابتداء ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لمن وجد في صدره شكا إذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم فالأول يدل على أن كل ما سواه حادث كائن بعد أن لم يكن ويوجب للعبد أن يلحظ فضل ربه في كل نعمة دينية أو دنيوية إذ السبب والمسبب منه تعالى والآخر يدل على أنه هو الغاية والصمد الذي تصمد إليه المخلوقات بتألهها وتعبدها ورغبتها ورهبتها وجميع مطالبها فمن آمن بأن الله هو الأول والآخر توكل عليه ولم يركن إلى الأسباب فالله سبحانه هو الذي أوجد الأسباب وهو الباقي بعد فنائها ومن آمن بأن الله هو الأول والآخر استعد للقائه بالإيمان والعمل الصالح قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ترجمة نانسي قنقر